أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي اهتمام مصر بتعزيز التواصل المستمر بين مصر والسعودية من خلال الزيارات المتبادلة والحرص على أن تمثل هذه زيارات قوة الدفع لزيادة التعاون والتنسيق بين الجانبين جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي في الرياض ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وذلك خلال الزيارة الرسمية للرئيس السيسي إلى المملكة العربية السعودية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن ولي العهد أعرب عن تقدير السعودية لمصر قيادة وشعبا مشيدا بما تتسم به العلاقات المصرية السعودية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة كما أشاد ولي العهد بدور مصر المحوري في دعم أمن واستقرار الدول العربية وجهودها المقدرة لتعزيز العمل العربي المشترك على جميع المستويات وأكد الأمير محمد بن سلمان تطلع السعودية لمواصلة دفع العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات وأوضح متحدث الرئاسة أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية واستدامة الشراقة بين البلدين بالإضافة إلى عدد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وأكد الرئيس السيسي أن الأمن القومي لدول الخليج هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري كما تم تأكيد على أهمية ضمان أمن البحر الأحمر باعتباره ركيزة أساسية في حركة التجارة الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر